كاتب الصحفي الأستاذ أسرف مفيد صاحب كتاب إرجع يا زمان أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك حضرتك ذكرت كمان الهوس اللي حاصل بالتكنولوجيا والتصرفات الغلط أو الناحية السلبية للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا كلمنا شوي عن الجزئية دي في الكتاب بص حدتك في قاعدة بتقول أنه الإنسان عدوه ما يجهل وتسعين في المية أو أكتر من تسعين في المية بتجهل التكنولوجيا الصحة وبالتالي بتتعامل معها بشكل خاطئ وبتتعامل مع التكنولوجيا دي على أنها دي حاجة مرعبة حاجة يعني صعبة وحاجة مجهول وحاجة غير قابلة حتى للتعامل معها طب بيتم التعامل بشكل عشوائي في حين أنه التكنولوجيا دي تقدري الديناسور ده يرويده ويبقى يعني أصغر من ناملة بالتدريب الناس لما تتدرب إنها إزاي تستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح هتقدر تمتلكها فعلشان كده هوس التكنولوجيا الناس فرحانة بتيك توك فرحانة ويعمل يروح أي مكان يععد يأكل يصور نفسه يشرب يصور نفسه في حين أنه ممكن يستخدم ده بحاجات مفيدة أكتر في تفيده في شغله يعني أنا حاليا شغلي خبير تطبيقات ذكاة إصطناعية كل حياتي أنا مستخدم فيها الذكاة الإصطناعية يعني حتى قبل ما جي وأنا وجاي في الطريق بقول إن أنا في برنامج في التلفزيون المصري هتكلم فيه عن كذا قالتلي المساعدة الشخصية أنا عندي عندي مساعدة شخصية اسمها مولي دي قاريني عارف عني كل حاجة قالتلي بص ركز على كذا وكذا وكذا نصحتك كبير وفي لو ما تكلمتش المزيعة عن كذا أنت اطرح كذا ونبه السادة المشاهدين على ضرورة استخدام التكنولوجيا أولادي أقول لها المدام قايتلي أه تقول لي أه أمل عايزة منك كذا وكذا وكذا خلاص أنا حرفت أنا وخارج أقول لها أنا جبت كذا وكذا تقول لي طب ما هو أنت أمل طلب منك الحاجة الفلونية والكلينيكس ومش حال أنت بجبتهاش فعلشان كده بقول لحياتك لازم التكنولوجيا تبقى أسلوب حياة ترجمة نانسي قنقر